بطولة موفقة وتنظيم رائع أنا بشكر القيادة السياسية اللي خلتنا نقدر نعمل بطولة العربية للجودو العالمين 20-23 في العالمين الجديدة اللي هي دلوقتي مدينة السحر والجمال وإن شاء الله تبقى عاصمة السياحة في العالم كله طبعا بطولة حاجة مشارفة جدا واجهة لمصر جميلة جدا مش هينفى نقول احنا رأينا ايه في البطولة لا الرأي للأخوة العرب بيقولوا ما شاء الله حاجة كويسة جدا تنظيم هايل الحمد لله حصلنا على المركز الاول بالفرق وحققنا بالفردي ثلاثة فضيات وذهبية وكانت مشاركة جيدة وكانت خوش بطولة الحمد لله خدنا مركز اول فردي والنهار ده خدنا ثلاثة فرق منافسة كويسة في كذا دولة عربية مشاركة وكان منافسة كوية يعني بطولة تنظيمها عالي جدا ومشجعين وكل حاجة اللاعبة بصراحة عابت في التمرين وعملت اللاعليها بس النهار ده كل حاجة نصيبي يعني النهار ده ما كانتش أحسن حاجة بس ان شاء الله اللي جاي يحسن بكتير وحنتعب تاني وحندوسنا نفسها تاني ان شاء الله ما راجعت أباهم الحمد لله لعبت واخذت المركز الثاني كنا نطمح بالذهب لكن الحمد لله على كل حال قادم أفضل ان شاء الله والفرق اليوم لعبنا الحمد لله على كل حال حصلنا للمركز الثالث تنظيم حلو الحمد لله بطولة كويسة ماتش الحمد لله كسبنا واخذنا ثلاث فرق الحمد لله بطولة كويسة جدا وخطوة كويسة اللي بطولة في مكانة العالمين ويجا تطور كبير والأجواء حلوة والتنظيم كويس وان شاء الله الجاي أفضل ان شاء الله بطولة ممتازة جدا تنظيم كويس جدا والأهم انها في أرض العالمين بطولة قوية جدا وكل الفرق واضح انها مستعدة بشكل كويس على أرض مصر لكن ده بيقول النادي قادسية الكويتي حاضر في كل المحافل الدولية وبيحقق مراكزة عالية جدا ونتمنى التوفيق لهم في كل مكان إن شاء الله نتقدم بشكر جزيلة إلى التحاد العربي الموقر أيضا نتقدم بشكر جزيلة إلى التحاد المصري الموقر حقيقة بطولة رائعة قدموا نتائج مميزة لعبين مميزين المصريين الأخوة أيضا هماتين العراقيين قدموا نتائج مميزة الأخوة القطريين أيضا هماتين الكويتين أسرى الله التوفيق لجميع اللاعبين إن شاء الله وأشكر الأخوة الكادر حقيقة الإعلامي الكادر الذي بدأ بذر جهد كامل لتحسين القاعة أسأل الله توفيق لكل اللاعبين ومدربين ربنا كرمنا في فرق وخدنا أول بس يعني ربنا ما كرمناش في فردي والسان الحمد لله يعني قبت داعب مبارح وداعب النهاردة الحمد لله ذاكرم كبيراً ربنا يعني لعبنا مع نادي القادسية والحمد لله غلبناهم وفي النهائي لم يحالف أن الحظ الحمد لله شكراً حصلنا على مركز الثاني الأمانة أولاً الله يعطيكم ألف عافية على التنظيم اللي أكثر من رائع والله ما كان ما كنت يعني متوقع بهذا المستوى اللي شفناه تنظيم جبار وبالفضل الله الحمد لله حصلنا على ميدالية ذهب وأربع فضة وسبعة برونز وبالتصنيف العام خذينا المركز الثالث والحمد لله والله يعطيكم ألف عافية على هذا التنظيم حصلنا على المركز الثاني الحمد لله وشاركنا فرقي وفردي والحمد لله حصلنا نتيجة بطولة جيدة ونشكر المؤسسين للبطولة البطولة على مستوى عالي جداً وعلى كواليتي عالي لعبة يعني مجهزة صح والإداريين والمدربين مجهزين لعباتهم بشكل قوي يعني تنظيم البطولة يعني نشكر مصر والله على التنظيم الجميل هذا يعني ما قسروا معنا بأي شيء وجبات تنظيم اللعيبة ندخل كحكام وإحنا مرتاحين فالله يعافيكم مشكرين على الشيء هذا الحمد لله كان يعني أعدادنا كان بمصر كان بالقاهرة مع نادي الشمس وحققنا ذهبية وأربعة فضة وثمانية برونز البطولة ممتازة إلى أبعد الحدود يعني من أفضل البطولات اللي شاركنا فيها بطولة العالمين البطولة بشكل عام إحنا شاركنا في العديد من البطولات العربية للجودو على جميع الفئات سواء صغار أو أشبال أو ناشئين أو رجال أو شباب لكن أتكلم عن البطولة هذه ما صار قبل بطولة عربية به هذا المشتوى أمانة المشتوى جدا راغي مشتوى حسسنا أن نحن قاعدين في بطولة أولمبيات أو ما شبه هذه البطولات والحاجة نشكر المصريين على حسن الاستقبال يعني وفرنا كل شيء الحمد لله أما بما يخص البطولة الحمد لله والله غير أطفال صغار لكن عندهم مستوى عندهم مستقبل إن شاء الله هيكون زاهر إن شاء الله يعني شفنا جيده شفنا بعض المصرعين عندهم مستوى بجد الواحد بيفتخر أنه هو مصري الواحد بيفتخر بالمنشآت والمدن الجديدة اللي بقت موجودة في مصر الموضوع ما بقاش مدينة أو اثنين أو ثلاثة إحنا بقينا في كل يوم في كل محافظة بتروح فيها بتلاقي حاجة جديدة الدنيا الحمد لله البطولة طلع بشكل كويس جدا المنافسات قوية الوفود كلها بتشد بالتنظيم يعني ترجمة نانسي قنقر